بالنسبة للمقومات الاجتماعية للمملكة العربية السعودية لا شك أن هناك عدة مقومات مبنية على أسس راسخة وقوية من أهمها هو قرب النظام السياسي حقيقة للناس والشعب فهو واحد منهم وهم منه وهو منهم وهذه ميزة تميز المملكة العربية السعودية ثم بعد ذلك حقيقة قضية التأكيد على الأسرة ودورها في المجتمع والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد على أهمية الأسرة ومساندة الأسرة كي تقوم بدورها باعتبارها هي الحامي بعد الله سبحانه وتعالى لمنظومة القيم وهي الحامي لأمن البلد واستقراره وهي من تقوم بعملية التنشئة الاجتماعية لأبنائها فبالتالي الأسرة مكون رئيسي حقيقة في هذا المضمار البعد الآخر فيما يتعلق بالمقومات الاجتماعية هو الحرص على خدمة المواطن من قبل مؤسسات وأجهزة الدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والذي يعمد إلى خدمة هذا المواطن أو المواطنة وتحقيق تطلعاته ورغباته فهذا معطى ومقوم أساسي بالنسبة للمقومات الاجتماعية في المجتمع السعودي ثم بعد ذلك لا بد أننا نتحدث حقيقة عن اللحمة الوطنية وهي لحمة وطنية قوية جدا تربط المواطنين على اختلاف مذاهبهم واختلاف مناطقهم واختلاف قبائلهم ومكوناتهم في بوتقة واحدة اسمها المملكة العربية السعودية فبالتالي تكون الانتماء الكامل هو للمملكة العربية السعودية ولاحظنا ولله الحمد قوة اللحمة الوطنية للمجتمع السعودي رغم العواصف التي حدثت والحروب والمشاكل التي حدثت في المنطقة العربية لكننا نجد ولله الحمد أن مقومات اللحمة الوطنية قوية جدا في المملكة العربية السعودية قيم التراحم قيم المودة قيم المحبة قيم الإخاء هذه كل مقومات رئيسية لتعزيز المكون الاجتماعي في المجتمع السعودي وهذا ما تحرص عليه الدولة المباركة لدينا في المملكة العربية السعودية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عادي الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأن يحفظ هذا الشعب وأن يكون دائما إن شاء الله في مقدمة الشعوب في مسائل العلم والاختراع والابتكار وأيضا حتى في نشر قيم المحبة والسلام والخير حول المعمورة بإذن الله تعالى